أهلا بكم مشاهدين مرة تانية ونهاركم دايما سعيد ويمكن الشعب المصري عمل ثلاث معجزات الفترة اللي فاتت في 25 يناير و19 نوفمبر و28 نوفمبر يمكن آخر معجزة عملها الشعب المصري لما نزل كله فجأة وما حدش كان متخيل بقينا فرحانين كان نفورة نور ضربت في البلد يمكن ده كان تأثيره الاقتصادي ده أهم جزء لازم ناخد بالنا منه أن الناس وثقت فينا جدا وفجأة حصل ارتفاع حاد في مؤشرات البورصة كسبت 16 مليار مرة واحدة مع أن احنا كنا في تراجع تام هنتكلم النهاردة عن الوضع الاقتصادي هيكون مشرفنا أستاذ مصطفى سقر رئيس تحرير جريدة المال سبعة الخير يا فرصة سبعة الخير يا أستاذ مصطفى جريدة البورصة وأهلا بحضرتك معنا النهاردة وفي البداية خلينا نعرف كده أو نبسط شوية ممكن بسألة البورصة والاقتصاد أحيانا بتكون معقدة بالنسبة للمشاهد البسيط وبالنسبة لنا يعني احنا كمان ما احناش عندنا ثقافة فظيعة في البورصة ولا في الاقتصاد إلا اللي بيحبها أو إلا اللي بينتمي لها يعني أو بيشتغل فيها ببساطة إمتى البورصة ممكن ترتفع؟ إيه سبب ارتفاع البورصة حقيقي من وقت الانتخابات رغم الانخفاض الشديد اللي كنا بنعاني منه في الفترة اللي فاتت؟ أفضل بها تتكلم تصليح واجب أستاذ مصامة صقر الرئيس تحقيق جريدة البورصة عشانت أنا آسف الفات أفضل هو يعني زي أستاذ فادي قال كان في حالة مصر كانت نقدر نقول بسيغة تانا مصر كانت فرحانة ما فيش أي حد ما كانش بيشارك في العرص الديمقراطي اللي العالم كله شاهده وبالتالي كان منطقي تماما إن البورصة تعكس الفرحة دي وتعكس حالة الاستقرار الأمني اللي شاهدتها الأجواء العملية الانتخابية والسلاسة اللي مرت بيها البورصة هي سوء بيتداول في أسهم أو الشركات المقيادة في البورصة بيتداول أسهمها في البورصة وبالتالي دايما إحنا في البورصة بنشتري وبنبيع المستقبل لو إحنا متفقلين بالمستقبل هتلاقي الناس راح تشتري النهاردة ومقبلة على الشرك الناس اتدت تطمن؟ بالضبط لو الناس شايفة إن المستقبل في عراقل في مشكلات خايفة بالتأكيد هتلاقي الناس راح تبيع أسهمها اللي حصل مبارح إنه بعد فترة طويلة من أول السنة البورصة تقريبا خاصة لغاية النهاردة حوالي 45% من يناير لغاية النهاردة في شهر نوفمبر التراجع كان حوالي 16% قلصته البورصة مبارح والنهاردة باحتفالية الانتخابات بحوالي مبارح 5.5% صعود والنهاردة تقريبا حوالي أقل من 1% بحاجة بسيطة يعني 6% صعود خلال يومين النقطة الخطيرة اللي لازم نركز عليها موضوع البورصة كسبة 16 مليار أو خسرة 16 مليار عايزين وياريت إحنا كإعلاميين سواء في الجرائد أو في الميديا بكل أنواع ناخد بالنا من حاجة إنه من الخطأ الشائع اللي إحنا كلنا بنوع فيه إن إحنا نطلع تقارير كل يوم تقول للمشاهد أو للقارئ إنه البورصة خسرت عدة مليارات مليارات أو كسبت عدة مليارات مليارات دي خسارة أو مكسب غير حقيقي دي خسارة أو مكسب دفتري بمعنى أن حضرتك كأنك بتملوك شقة والشقة دي كل يوم بتعميلها تسعير فلو هي بمئة ألف جنيه النهاردة أو بمليون جنيه ونزلت مئة ألف واحد السمسار جبتي صعرها لك بيتسعمائة ألف هذا لا يعني أنت خسرت مئة ألف جنيه لو واحد صعرها لك بمليون ومئة ألف هذا لا يعني أنت كسبت مئة ألف جنيه إمتى حقيقي كوني خسرتي أو كسبتي في حالة وحيدة أنك قررت منك تبيع الشقة وبالفعل بأيتيها سواء بمكسب أو خسارة فهذه الأرقام التي تدول في الإعلام هي ناتج حصيلة إن إحنا بنجيب كل أسعار الأسهم كل قيمة الأسهم اللي موجودة في السوق وإذا تم تداول سهم واحد من هذه الشركة أو عشر أسهم أو مئة سهم أو ينسبة من الأسهم مما كانت منخفضة حصل عليها تراجع ننسب هذه النسبة إلى إجمال قيمة الشركة أو يتدلق إلى إجمال قيمة الشركات المقايدة في البورصة ونحسب خسارة البورصة أو أرباح يعني إيه ارتفاع كاذب؟ وهل الارتفاع اللي حصل ده ارتفاع حقيقي ولا ارتفاع؟ لا أنا بكلم بس على رأس المال السوقي غير الارتفاع اللي مفيش حاجة طبعا نسمعها الارتفاع كاذب أو أورد الرأس المال السوقي اللي بنتكلم عليه إن البورصة كسبت عدة مليارات أو خسر عدة مليارات حتى فيه مؤشر مهم جدا إزاي هي كسبت عدة مليارات النهاردة؟ وحجم التداول يعني حجم البيع والشراء ممكن يبقى 200 مليون جنيه يعني حجم العمليات الحقيقة اللي نفذت بيع وشراء 200 مليون جنيه فهل في حجم عمليات 200 مليون جنيه ينفع أن نخسر 6 مليار جنيه؟ هذا مش وانطق لكن هو بس الموضوع الناس تبقى فهمه إن دي الخسارة النظرية الدفترية اللي احنا بنحسبها على إجمال القيمة من خلال تحرك عدد بسيط بين أسهم الشركة لكن الأصول بتاعتنا موجودة؟ لكن الأصول موجودة وقائمة والشركات بتعمل وبتنتج وبتبيع وبتحق أرباح أو خسار حسب ظروف السوق القصة بتاعت يعني ارتفاع كاذب أو لا السوق بيحدد الأسعار بنانا عرض وطلب وبالتالي الأسعار بتتحدد في ضوء رغبة المشتري ورغبة البيع فمن قدرش أبدا نقول أنه الارتفاع ده كاذب أو ارتفاع غير كاذب الارتفاع أو الانخفاض حقيقي بنانا على أسعار عرض وطلب ولكن احنا نقول إيه اللي حصل المبارح؟ هل في بعض الناس قولنا ده ارتفاع يعني قالوا أنه هو ارتفاع كاذب لا احنا نقول إيه؟ أنه هو ارتفاع بحذر مؤقت نتيجة فرحة أو نتيجة استقرار حصل معينة هل الأمر هيدوم؟ هل أنا نجد خطوات على المستوى القصير وعلى المستوى المتوسط يدعم تحسن الأداء الاقتصادي وبالتالي يدعم تحسن البورصة؟ هو ده اللي البورصة هتستنى وتشوفه والله لو لقينا أنه احنا عندنا متغيرين مهمين جدا في الأجل القصير وأجل المتوسط في الأجل القصير أنه الانتخابات المراحل الباقية تكمل بنفس الوتيرة اللي شفناها مبارح وأوله وأنه برضو تحظى نتائجها بقبول لدى الشارع وده حاجة مهمة جدا أنه علامة الديمقراطية مش هنزلنا بس أنه أي من كان الفصيل الفائز في هذه الانتخابات أن الشارع يعترف ويتقبله وبالتالي وأنتظر تقييم الفائز وتقييم المجهود اللي هيعمله وجايلنا الانتخابات تانية نقدر نسيب من أحسن ونقصي اللي احنا شايفين هو أسر فده متغير مهم جدا المتغير التاني هي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وإيه اللي هي الشكل اللي هتاخده التشكيل الوزاري ومدى رضى الناس عنه مدى مراعاته لأنه أن التشكيلة تكون تشكيلة متجنسة تشكيلة تقدر تدير البلد في خلال كم شهر اللي جايين إلى حين انتخابات الرئاسة القادمة في عبل يونيو 2012 وده حاجة مهمة جدا أنه حدثت بعض الأخطاء في حكومة السابقة اللي لازم يتم تلافيها وده اللي هيخلي البورصة تشعر في الأجل القصير أنه الحكومة دي فعلا ممكن تؤدي لأسيقار اقتصادي زي أنه محتاجين حكومة لتسيير الإعمال وأنقاذ الوضع الاقتصادي ولسنا في حكومة تتبنى مشروعات استراتيجية تتفرغ لتلبية بعض المطالب الفئوية ونقضي فيها أشهر طويلة على حساب الاقتصادي الكل اللي بيتراجع محتاجين قرات حاسمة في بعض الملفات محتاجين المستثمرين اللي كل شوية عملين نطلع قرات متضربة ومتعارضة في اتجاههم يكون هناك رؤية واضحة محتاجين رسالة واضحة أن مصر هتحافظ على توجهها الاقتصادي خلال الفترة القادمة بتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره مع تحقيق العدالة الاجتماعية مع تحقيق أو منع الممارسات الدارة اللي كان بتحصل في النظام السابق لكن ما ينفعش نبقى كل يوم بنتلقى رسائل في اتجاهات مختلفة اقتصاديا لازم القطاع الخاص ولازم بيئة الأعمال تكون عندها وضوح للرؤية الحكومة هتتبنها خلال فترة جاي هذا في الأجل قصيد طب في الأجل المتوسط الأجل المتوسط للحكومة الجديدة اللي هيفرزها البرلمان أو بمعنى أضاك البرلمان هيفرز حزب هيسيطر إلى حد ما على تشكيلة الحكومة القادمة طب تعالى نوضح الأسئلة بيعني رؤية عشان ما ندخلهمش أنا كده قلنا دي الأول ودي التانية ولسه في جزء التالي هو فيه السؤالين بس هم مرتبطين بالموضوع فيه تخوف تعالى نكلم بسراعة فيه تخوف عند الكثير من الناس أنه نتائج الانتخابات طبعا كلنا متفقين أنه عندنا بجد انتخابات لأول مرة والأول مرة الشعب بيشارك والنتيجة أيما كانت هي في مصلحة الجميع لأنه ده صوتنا كلنا إحنا اللي بنحدد مستوى البلدنا لكن فيه تخوف عاما عند الناس أنه لو فصيل معين وصل أو فصيل يتميز بأسلوب ديني أو بشكل ديني لو وصل للحكم أنه ده قد يؤثر اقتصاديا على الفترة القادمة يعني خلينا نقول أنه لو أرينا البرامج الاقتصادية لبعض الأحزاب اللي تنتمي إلى الطهار الإسلامي عالد كبير جدا منها يتبنى الاتجاه اللي مش عايز أقولك أنه لا يختلف كثيرا عما كانت تبنى الحزب الوطن إزاي وأغلبها اتجاهها لبرالي فيما عادة بعض الأمور الأوليلة جدا طب ولا مؤشر يطمن يا فنن لا لا اللي أصده أنه ما فيش نقوص اللي يطمننا أنه يبقى فيه حتى لو فيه تغيير يكون فيه تغيير تدريجي يتطفق معه مطلبات الواقع يعني هل اللي كنا بنكلم فيه قبل التسجيل لا يمكن نتخيل أنه حكومة هتيجي أي من كانت هذه الحكومة هل الحكومة دي هيكون عندها أولوية أنها توفر للناس احتياجاتها الأسية عيش وسلع أساسية بصفة عامة وبتجاز هل الحكومة دي هتكون من أولويات هناها تشوف حل في عجز الموازنة اللي بيتفاقم عندنا في العام المالي الحالي عجز الموازنة 134 مليار جنيه بالإضافة إلى 99 مليار جنيه هي الفوائد المستحقة عن الدين المتراكم في السنين اللي فات يعني عندنا كده 234 مليار جنيه عجز في موازنة عام واحد والديون 1254 وعندنا يعني بتكلم على العجز بتاع السنة يعني فيه بس يا فندم يعني عشان بس تبقى واضحة أكتر أنا آسف أنه لا أعطي حضرتك هي الجزئية دي أنه نظرة الفصائل دي لبعض الحاجات أنه مثلا البنوك هل تبرب يعني السياحة فيها عشرة مليون يعني الناس بتشتغل فيها هو ده السؤال دي الأسئلة اللي بتدور في دماغ الناس أنه طب إحنا هيحصل إيه يا جماعة أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك حكومة عقلة أيما كانت تنتمي إلى أي طيار سوف تأتي ولا يكون على أولوياتها إنها تدير الملف الاقتصادي بسرعة لأنه في مؤشرات خطر في الاقتصاد المصري كلنا عارفنا التراجع على حتيات الحاجات التي كنا نقول عليها دي حتيات النقدي الأجنبي نازل من 36 مليار جنيه أول سنة لـ 22 مليار جنيه في أكتوبر يعني 14 مليار سوريا دولار بالدولار 14 مليار دولار عجز الموازنة السعر الصرف بدأ يتحرك يعني الجينية بدأت قيمته تقل نسجلين حاليا أقل مستوى لسعر الجينية المصري في 7 سنين الدولار عدد 6 جنيه من يومين هل تتخيل بقى إنه الحكومة القادمة أيما كان من يشوكلها هتيجي تحسم هذه الملفات اللي هي تحدد وجودها واستمرارها ولا هتيجي تتفرغ إلى بعض الأمور والحاجات اللي هي تأتي في أولويات متأخرة للغاية بالمنطق أتكر إنه من الزكاء إنه هم لازم يفكروا بالطريقة دي أين كده؟ ما أعلن على لسان بعض الطيارات الأساسية خلي بالك في تباين داخل الطيار الإسلامي في بعض الأمور لكن الطيار أو الحزب المؤشرات بتشير إلى إنه أخذ أغلبية داخل هذا الطيار بالذات لا برامجه معلنة وكثير من هذه الأمور حتى ما لم يجيب عنها بصراحة أخر الإجابة عنها يعني معنى كده أن نختار أن هناك أولويات مهمة جداً هيبص عليها في الاقتصاد في مشروعات إنه حق نمو إنه يشغل بطالة دي المؤشرات اللي بتحكم أداء أي حكومة والحكومة التركية رجب طيب أردوغان لما سئل عندما فاز في أول انتخابات إيه أهم الملفات اللي أنتوا هتحسموها الناس منتظرة إنه الحزب زل التوجه الإسلامي زل المرجعية الإسلامية لهم هنوفر هننفضة في الشوارع هننضف هنعمل معدل نمو مرتفع هنحل مشاكل الناس هو ده اللي الناس عايزاها من أي حكومة أيام ما كانت وأيام ما كان من يسيطر عليها وبالتالي البرصة نرجع بقى عشان البرصة ما نروحش بعيد عنها البرصة كل ما تريده ليس من سيدير ولا توجهه عايزين وضوح البورصة لو شايفت حالة وضوح من الحكومة القادمة أو الحكومة التالية لها بعد التشكيل بعد البرلمان هنجد أنه لا البورصة بتصعب ليه لأنه كل المؤشرات وكل التقارير بتقول أنه أصول المصرية أصول الشركات المصرية مقاومة حاليا بأقل من قيمتها لكنها لا تجد طلب ما فيش سيولة احنا في فترات كان معدل التداول اليومي في البورصة المصرية بيتجاوز ل2.5 مليار جنيه النهاردة بعد الطفرة والنور اللي ننور إيه اللي حصل بقنا 300 مليون جنيه يعني كنا أقل وصلنا الأقل من 100 مليون و150 مليون كل يوم جميل